انظمة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة On Grid Solar Systems في هذا الفيديو بأوضح طريقة توصيل هذا النوع من الانظمة عندي نظام عبارة عن 11 كيلوات 20 لوح شمسي 550 وات قدرة الروح الواحد بأوصلهم على مجموعتين فهذا الفيديو بأوضح كيف نوصل الالواح مع المحول مع جهزة الحماية وكذلك كيف نوصل نظام التأريض لهذا النوع من الانظمة فعندي مجموعتين من الالواح الشمسية المجموعة الأولى عبارة عن 10 ألواح شمسية موصولة على التوالي فنوصل الموجب مع الطرف السالب لللوح المجاور وهكذا للصف بالكامل الموجب مع السالب والموجب مع السالب إلى النهاية فيكون عندنا في نهاية الصف الطرف الموجب نسحبه بإجهة الانفيرتر ونلاحظ هنا المسيفور في نهاية السلك الموجب يكون ميل والسالب يكون في ميل وأذن السالب فالآن عندي 10 ألواح موصولة على التوالي واللوحة الواحد قدرتها 550 وات إذن عندي 550 وات ضرب 10 ألواح فقدرة المجموعة هذه بالكامل تساوي 5.5 كيلو وات بالنسبة للجهد عندي اللوحة الواحد الجهد له أو ما يسمى بال open circuit voltage يساوي 49.4 والإني وصلت 10 ألواح على التوالي إذن عندي مجموعة الجهد يساوي مجموعة الجهد للعشرة الألواح فعندي الفي أو سي أو ال open circuit voltage يساوي 49.4 ضرب 10 ضرب السيفتي فاكتر 25% فيصبح عندي الجهد يساوي 600 و 17.5 فولت دي سي طبعاً ليش مهم أعرف هذا الرقم؟ لإني علشان أحدد مواصفات المحول ما ينفع يكون عندي محول يقبل جهد ماكسيمم 500 فولت وأنا عندي 10 ألواح موصلة على التوالي لو كان عندي المحول لا يقبل إلا 500 فولت ماكسيمم فأوصل على التوالي عدد من الألواح بحيث ما أتجاوز ال 500 فولت ليش طربت في سيفتي فاكتر 25%؟ السبب إن الجهد يتغير عندما أقول 49.4 هذا جهد اللوحة الواحد في ظروف التشغيل الطبيعية التي صمم عندها اللوحة لكن لو تغير الجهد لو زادت الحرارة أو قلت يتغير هذا الرقم فيهصل الشتاء تزيد يزيد الجهد وبالتالي لازم نأخذ بعين الاعتبار الزيادة هذا حتى نكون في السيف سايد بالنسبة للتيار أو ما يسمى بالشورت سيركيت كارنت يساوي 14 أمبير لللوحة الواحد وبما أني وصلت جميع الألواح على التوالي إذن التيار نفسه 14 أمبير للصف بالكامل فعلشان أعرف المكسيمم كارنت أو أقصى تيار ممكن مرفض دائرة أضرب في سيفتي فاكتور 25% ثم أضرب في سيفتي فاكتور آخر 25% يتعلق بالإشعاع الشمسي لأن الإشعاع الشمسي ممكن يزيد في أي لحظة فلازم أخذ بعين الاعتبار أيضا زيادة الإشعاع الشمسي فالأصل أني يضرب 14 ضرب 1.56 فيصبح عندي الشورت سيركيت كارنت 21.8 أمبير لهذا المجموعة من الألواح الشمسي أيضا هذا الرقم مهم من أجل أعرف أن الإنفيرتر يتحمل هذا التيار وأيضا من أجل تحديد مقاس السلك المناسب وأيضا مقاس جهاز الحماية المناسبة السيركيت بريكر أو الفيوز جميل جدا الآن عندي المجموعة هذه الجهازة بالكامل وعرفت معلوماتها عرفت الجهد وعرفت التيار فعندي مجموعة أخرى بنفس المبدأ أيضا عشرة ألواح شمسية وصلتهم على التوالي وعندي الآن قدرة هذه المجموعة أيضا نفس الكلام 5.5 كيلوات وعندي الجهد 617.5 فولت وعندي التيار يساوي 21.8 أمبير إذن عندي مجموعتين كل مجموعة عبارة عن أشرة ألواح ليش المجموعتين بنفس الرقم هل ينفع يكون عندي مجموعة أشرة ألواح ومجموعة تسعة ألواح نعم ممكن إذا كان عندي المحول فيه لها مدخلين أو ما يسمى بالمبي بي تي أنا عندي محول فيه لها تو امبي بي تي مدخلين لذلك ما يهم كم عدد الألواح لكل مدخل لكن لو كان عندي مدخل واحد وهذا المجموعتين بوصلهم على التوازي لازم يكونوا متساويين في العدد ثمانية ثمانية أو عشر عشر وهكذا فبالنسبة للمحول عندي محول فرونيس معروفة شركة فرونيس بجودة محولاتها وهذا المحول عشر كيلوات عندي المنظومة عشر كيلوات كعدد ألواح والمحول عشر كيلوات يستطيع أن يتحمل هذا الألواح نعم يستطيع ويتحمل حتى أكثر من هذا الألواح لأن الألواح لا تعطيني حتى عشر كيلوات بالضبط تعطيني رقم أقل لها كفاءة معينة بالنسبة للجهد لهذا المحول يتراوح من 200 فالت كحد أدنى إلى 800 فالت دي سي كحد أعلى معنى هذا الكلام أن أقل عدد من الألواح على المدخل الواحد ممكن يكونوا مجموعة الجهد لهم أقل شي 200 فالت وأكثر شي 800 فالت دي سي أنا عندي الماكسيمم فالتج يساوي 617.5 إذن أنا في الصيف سايت بعدما طبعا عملت أخذت بعين الاعتبار بالنسبة للجهد من جهة الشبكة الجهد الأي سي 230 فالت والتردد 50 هرتز أو 60 هرتز هذه المحولات تدعم الترددين 50 و 60 هرتز جميل جدا الآن عرفنا مواصفات المحول وإنه مناسب للتوصيل بهذا الشكل فالآن بوصل عن طريق دي سي كومباينر بوكس علبة التوصيل تحتوي على جهاز حماية لكل صف دي سي سيركت بريكر وتحتوي على سورج بروتكشن ديفايس جهاز حماية من الصواعق لكل صف أيضا فعندي التيار لهذا الدي سي سيركت بريكر يساوي 32 أمبير كيف حرفت مقاسة القاطعة المناسب لهذا الألواح قلنا أن عندي الشرط سيركت كرانت أو أقصى تيار ممكن يمر في الألواح لكل مجموعة 21.8 أمبير إذن لازم يكون عندي البريكر مقاسة أكبر من 21.8 أمبير فتختار الموجود في السوق أما 25 أمبير أو 32 أمبير فأنا أخترت 32 أمبير والسلك أيضا دي سي لازم يتحمل تيار أكثر من 32 أمبير حتى يكون تحت حماية الدي سي بريكر جميل جدا الآن نوصل الطرف الموجب للصفة الأول بالمدخل الموجب للقاطع ثم الطرف السالب للمدخل السالب لاحظ عندي أربع مدخلين ومخرجين مدخل موجب ومخرج موجب السلك الأحمر والسلك الأسود في مدخل وفي مخرج للقاطع الآن أوصل المجموعة الأخرى إلى القاطع الثاني فعندي الطرف الموجب إلى المدخل الموجب والطرف السالب إلى المدخل السالب جميل الآن أوصل باتجاه المحول عندي مخرج الموجب للصفة الأول باتجاه المحول إلى المدخل الأول في المحول وكذلك الطرف السالب إلى المدخل الأول فصارت عندي الآن المجموعة الأولى من الألواح أو الصفة الأول موصولة مع المحول وبنفس الطريقة أوصل المجموعة الأخرى فعندي سلكين داخلين على القاطع وسلكين خارجين يعني هذا القاطع توبول يسمى في لها مدخلين موجب سالب ومخرجين موجب سالب تدخل عليها السلكين ثم تخرجهم بإجهاء المحول بالنسبة للتأريض الآن بعد ما وصلت الأسلاك الموجب والسالب يبقى عندي التأريض أأرضي جميع الألواح للصفة الأول مع بعضها ثم أسحب إلى صندوق التأريض لأن عندي صندوق أي جزء ما عدني فالمنظومة لازم يتأرض بالإضافة إلى أن عندي السيرج بروتكشن ديفايس في الديسي كومباينر بوكس هذا أيضا لازم يتوصل بالتأريض وعندي بسبار فأوصل إلى البسبار سحبت أول مجموعة من الألواح الشمسية أردتها مع هياك التثبيت لها إلى البسبار ومع البوكس أيضا المجموعة الثانية نفس الكلام جميع الألواح لازم تكون مؤرضة وأيضا الهيكل الألمانيوم أو سواء كان ألمانيوم أو من الحديد المجلفة يتأرض وأسحب إلى البسبار يبقى عندي المحول من الخانة أو من الجزء الخاص بسلك التأريض أسحب من المحول إلى البسبار فعندي الآن مؤرض المحول مؤرض البوكس مؤرض وعندي الألواح مؤرضة وهيكل التثبيت مؤرضة وعندي أيضا السرج بروتكشن ديفايس مؤرض لازم طريقة توصيل السرج بروتكشن ديفايس مثل ما نشوف هنا في الصورة يتوصل معه الطرف الموجب مع الطرف السالب ثم يتوصل معه التأريض الآن أوصل بقضيبة التأريض النحاسي القضيبة التأريض هذا يكون مغروس في الأرض بعمق متر ونص إلى متر وثمانين وفيه منه حوالي 15 سنتي ظاهر يتوصل معه البسبار نقطة التجميع بهذا الشكل الآن النظام بالكامل مؤرض من جهة الديسي الآن عندي أكتمل التوصيل من جهة الديسي واستخدمنا قواطع للحماية واستخدمنا أجهزة مانعة صواعق مانعة الصواعق يتوصل قلنا مع القاطع طرف الموجب مع الطرف الموجب وطرف السالب مع الطرف السالب وفيه لها مخرج ثالث يتوصل مع نظام التأريض جميل جدا الآن كيف نوصل المحول مع طبلون التوزيع فعندي هذا المحول ثري فيز طبعا المحول فيه لها مداخل خاصة بالديسي وفيه لها مخرج خاص بالإيسي لأنه الأنبوت ديسي والأوتبوت إيسي لذلك سمي ديسي تو إيسي انفيرتر وعندي طبلون التوزيع أقرب طبلون من مكان تركيب المنظومة سواء طبلون فرعي أو طبلون رئيسي فأوصل على أقرب طبلون من مكان تثبيت المحول شرط أن هذا الطبلون يتحمل التيار القادم من المحول أقصى تيار خارج من المحول لازم يكون الطبلون هذا قادر على أنه يستوعب فالشرط الأساسي أنك ما توصل نظام طاقة شمسية على طبلون أو على لوحة توزيع بحيث ما يتجاوز التيار القادم من المحول 25% من ساعة القاطع الرئيسي للطبلون مثال لو كان عندي هذا الطبلون ساعة 100 أمبير في كمال 20% منه 20 أمبير إذن هذا الانفيرتر عندي لازم يكون الماكسيمم أوتبت كرنت له لا يتجاوز 20 أمبير حتى أستطيع توصيله على هذا الطبلون فعندي الطبلون هذا موصل مع شركة الكرباء ثلاثة خطوط ونيوترل وأرضي فالآن بوصلها مع المحول وهذا أيضا الطبلون مؤرض لازم يكون موصول بالتأريض علشان يكون عندي تأريض من جهة الديسي وتأريض من جهة الإيسي فالبيت يفترض أنه مؤرض جميع لوحات التوزيع مؤرضة فالآن بوصل المحول عن طريق AC Circuit Breaker أول استخدمنا DC Circuit Breaker الآن من جهة الإيسي نستخدم AC Circuit Breaker ثري بول لأنه عندي المحول ثري فيز ساعة هذا القاطع 25 أمبير أوصل الخط الأول مع القاطع والخط الثاني والخط الثالث استخدم الألوان علشان سهولة التمييز الأحمر والأصفر والأزرق فالآن أوصل هذا المدخل دخلنا الآن على القاطع ثم من المخرج الخط الأول إلى الطابلون وفي الطابلون فيه قاطع خاص بالمحول يكون فيه قاطع 3 Phase خاص بالمحول وصل القطبة الأول مع قطبة الأول في قاطع الطابلون وكذلك القطبة الثاني وكذلك القطبة الثالث إذن وصلت المحول الآن ثلاثة خطوط وصلتهم مع قاطع الطابلون خصصت قاطع في الطابلون للإنفيرتر وصلت ثلاثة خطوط يبقى معي النيوترل أوصله بدون المرور على القاطع وأيضا التأريض وصلت التأريض إلى نقطة التأريض الخاصة في لوحة التوزيع هذا الشكل انتهاء التوصيل عندنا وصلنا محول 10 كيلوات مع 10 كيلوات من الألواح الشمسية واستخدمنا قواطع حماية دي سي وصورج بروتكشن ديفايس أيضا ووصلنا نظم التأريض من جهة الـ EC ومن جهة الـ DC ثم وصلنا مع الطابلون هذا هو شكل التوصيل طبعا يبقى موضوع التصدير إلى الشبكة وما يسمى بسياسة صافي القياس إذا كانت شركة الكهرباء تعتمد أو اعتمدت هذا النظام أنه يتم ربطه مع شبكة الكهرباء في هذا الحال لا تحتاج إلى أي توزيلة إضافية ربما تضيف عداد خاص بمنظومتك الشمسي يحسب الطاقة وشركة الكهرباء تضيف عداد خاص فيها ويتم الربط لكن لو ما تم الربط أو ما سمح لك بالربط مع شبكة الكهرباء في هذا الحالة تستخدمها يسمى بس Zero Export أو جهاز فيه يسمى Smart Meter هذا شكل Smart Meter الخاص بمحول فرونيوس كل محول وكل ماركة من المحولات في لها Zero Export أو Smart Meter خاص فيها هذا Zero Export خاص بمحول فرونيوس في هذا الحالة نوصل Smart Meter هذا حتى نضمن أن جميع الطاقة المنتجة من منظومتنا الشمسية تذهب لتغذية الأحمال في البيت وإذا كان فيه فائض ما يتم إنتاجه حتى ما يذهب إلى الشبكة لأنه غير مسموح لناء التصدير إلى الشبكة فيها طريقة التوصيل معينة هذا Smart Meter عن طريق استخدام محولات التيار أو CITES كران ترانسفورمر وبنشوف كيف يتم توصيلها في الصورة هذا هذا شكل Smart Meter الخاص محول فرونيوس وكيفي طريقة توصيلها نوصله فيه إلى من الأسفل فيه إلى أربع مداخل ثلاثة خطوط وخط محايد يتم توصيلها مع الخطوط الخارجية من طبلون التوزيع باتجاه الأحمال الكهربائي يعني باتجاه البيت وأيضاً جهازة المحولات التيار تأتي بهذا الشكل يمر السلاك تمر من خلالها وفي لها سلكين لكل جهاز فيه سلكين يسمى S1 S2 S1 S2 وهكذا فالأعلى Smart Meter فيه ستة مداخل كل مدخلين أوصلهم مع CT أو مع كران ترانسفورمر ويبقى عندي ثلاثة مخارج في الأخير هذه من خلالها أوصلها عن طريق Cable Cat 6 إلى المحول وين أوصل الـ Smart Meter أين أضعه في أي طبلون إذا وضعته في طبلون فرعي في هذا الحالة النظام الطاقة الشمسية معني بتغذية الأحمال الموصولة مع هذا الطبلون فقط علشان تضمن أن المنظومة الشمسية تغذي جميع الأحمال في البيت فلازم توصل الـ Smart Meter معه الطبلون الرئيسي الطبلون الرئيسي في أسفل المبنى أول طبلون بعد عداد شركة الكهرباء هذا كل شيء فيما يتعلق بتوصيل نظام طاقة شمسية متصل بالشبكة وأيضا مع بعض الملاحظات تحول كيفية توصيل الـ Smart Meter الخاص بمحول فرونيس يعطيكم ألف عافية كان معكم مهندس ناصر صبر أشكركم على المشاهدة أسعد الله وقاتكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر